بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسارين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد على قناتي أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة ومن زي ما اشتركش في القناة ما ينسى شي تغضر لازل سبسكريب أو أبوني أو اشتراك وتنسوش تشغل جرس إشارات لتسلقكم فيديوهاتي أولا بأول ومن تنسوش تشاهدوا جميع فيديوهاتي وتشاهدوا هذا الفيديو من الأول لآخر حتى تعمل فائدة ولمبدأوا الفيديو نتعلنت على اليوم على بركة الله وفي فيديو اليوم نحن نرى لكم إن شاء الله كيفية تفصيل قاعدة الكم أو الباطن الأساسي تعلالكم أو اليد هنجبتكم هنا عندي يد رهين فصلة هذا بالقياس تعير نحن نرى لكم إن شاء الله كيف ندروها لأنه كنت سوف نشتهم هنا في اليوتيوب يديروا الأمام كالخلف وقع أنا كنت نقول لكم في الفيديو أخر القياسات وفي الفيديو السابق تعاق قاعدة البطن الأساسي باللي راهوا الأمام ما شكل ما الخلف شوفوا هنا عندي الأمام الحفرة تعت الأمام ما شكل ما تعت الخلف على هل أنه شوفوا خاصة في اللباس تعمراء في اللباس تعمراء تلقوا باللي جهة الإبت التاحة من هذه الجهة الأمام جاي محفورة على الخلف إذا دادنا الخلف محفور كيما الأمام سوف نرى لكم إن شاء الله كيف سوف نفصله أولا كما موالفين سوف نرى لكم كيف سوف نفصله أولا كما موالفين سوف نرى القياسات سوف تكون من قدامنا عفوان 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 إذا كما قلت لكم لازم تكون عندي القياسات القياسات اللي هنسحقها في قاعدة لكم مش ياسب تسحق البط طول الذراع هنا عندي 58 سنتيمتر دائرة العدد اللي هي كشغل أسما المنطقة في الذراع عندي 36 سنتيمتر ودائرة المعسم 20 سنتيمتر لكم سوف نبدو إن شاء الله على بركة الله باش نفصلوا الذراع نفصل الكاميرا هكا أول حاجة نسحقها نفصل الكاميرا بركة أول حاجة راح نديرها راح نسمو مستطيل طوله طول الذراع نزيد عليها على روحة اللاحتة 4 سنتيمتر شوفوا نضيفها من تحت لا يأتي لديها دائرة ماكسيما مربعة لنزيد ماكسيما مربعة نرسل مستقيل طوله 60 سنتيمتر بسم الله مصمم دائرة رسم أول راح يكون باستعمال قلم رصاص لكي يسهل علينا إذا أغرفنا مصمم مستطيل طوله 60 نزيد 1 سنتيمتر على طول كل التعبيرات نزيد 3 سنتيمتر نحدد طول كل التعبيرات تعي باستعمال رسم هنا هنا رسم هنا رسم هنا رسم رسم خط عمودي هذه قاعدة لكي نعرف العمق الذراع لكي نعرف من الجهة سنقوم بها لكم نرسم نقطة لحدتها نرسم نرسم خط عمودي على هذا الخط على طول الذراع بسم سيطم فقط هاتي الخط هذا هو الشيء سيبب على هذه الخط لكي نعرف كيف نقوم بها هذه هذا الخط المستقيم لصمنا يجب أن ترى الكاميرا هذا الطول كامل طول الزراع نحدد نقطة 50 سنتيمتر طول الزراع وهذه 3 سنتيمتر هذا الخط نحدد دائرة العدد 36 سنتيمتر 36 سنتيمتر نقسمها على 2 18 سنتيمتر من هذه النقطة نزيده هنا 18 سنتيمتر من هنا نزيده 18 سنتيمتر هنا نرسم الخط هذا الطول هذا الخط المستقيم 18 سنتيمتر نفكسي الكاميرا هذا المستقيم وعلى وصمنا نتأكد من خط المستقيم طول الزراع 18 سنتيمتر حتى نحن نقوم بخط المستقيم 18 سنتيمتر نكمل طول الزراع حتى نزيد 18 سنتيمتر اكبر ايضا العشاق 13 صواتي متر ونلاقي بين هذه النقطة نصر المثل الثلاث تاعين نلاقي بين هذه النقطة هذه النقطة تعلق نقطة 13 صواتي متر ونلاقيها مع النقطة نلاقي هنا شكل الشكل الذي حصلنا عليه بسم الله بالطريقة سلام هنا هنا عند اخر نقطة هنا هذه النقطة الأخيرة قامت بالتالي هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه هذا هو الشكل الذي نقوم بمثلث ثم نقوم بإنحناء عند اخر نقطة هذه هي 58 سنتيمتر كما قلنا دائرة المعصم لديناها 20 سنتيمتر لديناها 20 سنتيمتر لدينا هذه النقطة 10 سنتيمتر و 10 سنتيمتر هذه القاعدة التي نعطيها لكم لا يوجد زيادة الخياطة هذه القاعدة نضيفها سواء سواء جيد في الكتان نضيفها 1 سنتيمتر على حسب الموضل نضيفها 1 سنتيمتر سوف نضيفها 10 سنتيمتر حتى نضيفها 1 سنتيمتر حتى نضيفها ينرى كامل في تسير القياس نضيفها 1 سنتيمتر حتى نضيفها 1 سنتيمتر ، لا يُضيفها و بعد أن نضيفها لدينا الحساب الزيادةicitر حتى نضيفها نحط لنا الكاميرا التاعي تشوفوا معايا عند هادا النقطة عادي الهنايا نمشي بعشرة خط الواتر عندها بسم الله وعفوا نمشي نحط خط عمودي اول حاجة لازم نتأكد بالخط التاعي عمودي عند هادا النقطة بسم الله نقوم بعمودي ونقوم بعمودي ونقوم بعمودي 10 سنتيمتر ونزيد 10 سنتيمتر ونزيد 10 سنتيمتر ونرجعها الاخرى تأكد بالخط التاعي عمودي بسم الله وعفوا افترضوك وش راح نقوم بعمودي نجبت الكاميرا نحن لاقي شخص هذا النقطة نجد جاعة مع تحت التعليد ونعلم نجد اكتر هي على الاتصال وترجي بعد الحل والحلو وقد أصينه هم بيوض هم بكم افضلكم الكاميرا لكي ترى معي شكل يتحصلنا عليها كاكبين ينبيروا هذه التحركة ترى تحصلنا على شكل مثلث في الأعلى وهو ليك وهبطنا حتى للتحت وعندي هذه الزيادة تحت 3 سنتيمتر تحصل على هذه النقطة بـ 3 سنتيمتر وعلى هذه النقطة نحفظه بـ 3 سنتيمتر ونجد هذه النقطة الى ثلاثة ونصم الخطط على الكفة بحيث انه هنا يجي زحف شوية خطش الكفة إلا دلناها هبطة هكا لقد لدينا شغول حفرة لقد انسيتها لكم هذه العفصة في ورقة لكي تفهموا عليها تخيط غبيا قبل ما ننخلها عليك سوف نرجعوا إلى العيه لكي نرى العمل لكي نرى سوف نرى جهة الأمام ثم نرى جهة الخلف هنا بالنسبة لهذه الجهة كما قلنا نحن لدينا 18 سنتيمتر هذه 18 سنتيمتر نجيبها منها لكي نرى 18 سنتيمتر هذه نقسمها أعلى 3 سنتيمتر بس كما ننخلق كيف تفضلت الفراغ والباسي راية تتحبك لي سوف نقسمها ثلاثة هنا نقطة هذه 15 سنتيمتر نقسم حول شوية وعند هذه النقطة يجب المطلقة 15 سنتيمتر نقسمها على ثلاثة يعني سوف نضع ستة 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 جزت هنا واثناش كيف كيف مع هذه الجهة هذه جهة الأمام سوف نحدد عليها أمام وخيرا هنا ستة واثنائية ستة نقسم هذه القطعة على 4 أفوان نقسم هذه القطعة على 4 واثنان على 4 يعني 18 كيف نقسمها على 4 خلالها 18 4 4.5 18 4 4.5 لديك كل 4.5 نقوم 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 بقلب 18 88 نضع نقطة 4.5 نضع اسمه نضع نقطة 4.5 نضع نقطة 4.5 9 و كيف مكمل حتى النهاية 4.5 هذا النقط نسقطهم بشكل عمودي على هذا المثلث نحكم المنقل الكوس نسقطهم بشكل عمودي الخط يكون الهدف كما تروني خط عمودي نسقطهم على المثلث الذي يوجد هنا على هذا الطريق بشكل عمودي كما ندير على جهة الأمان ندير على جهة الخلف ندير على جهة الخلف نفس الشيء بهذا الطريق هيا نسميها لكما تروني مبعد نسميه هنا أمام خط هنا خلف مكسومين بهذا الخط في الوسط هذا اللي يقسمهم هنا نبدأ من جهة الخلف الآن عند هدوك النقاط نتلاقات الخطوط المستقيمة نسمي النقاط النقاط المستقيمة هنا نسميه نقطة 1 نقطة 2 نقطة 3 نقطة 5 نقطة 6 نقطة 6 عند هذه النقطة 1 نجعلها تقعد سوى سوى عند النقطة 2 نطلع 1 سنتيمتر لهذا المستقيم كل استقيم ثم نضيفه 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 ثعل jan ual الآن نضيف فقط نطلع 1 سنتيمتر ثم نقطة هنا عند النقطة 3 هذه نطلع ب 1.5 سنتيمتر هذه نقطة 4 نطلع ب 1 سنتيمتر هذه نقطة 5 ننزل ب 1 سنتيمتر هذه نقطة 5 ننزل ب 1 سنتيمتر و عند هذه النقطة نعود نرجع كما كنت باستعمال البروكي سننسي كيف نوصل بين هذه النقاط بحيث انه تحصل على ذلك الشكل اللي يجيني شوية منحني نرجع لهذه النقطة الأولى قلت لكم هذه النقطة الواحدة هي هنا ننسي منها نطلع باستعمال البروكي نطلع هنا شوفوا من هنا الهناية هذه النقطة اشتري الآن بعد ما تصمنا هذه التقويرة هذه الانحيناء باستعمال البروكي سنقوم بلاقبال هذه الثلاثية وحاجبنا الشكل وانا من هذه النقطة الوسط سننرى كيف إذا كانت تجدونها و بين هذه النقطة الرابعة لها هنا هذه النقطة الرابعة بين النقطة الوسط وهذه النقطة تجدونها دائما البروكي ونسي كيف اشوفه هنا عندي هنا عندي اللي هبطت ثم بعدها عرضت طلعت ونسي كيف اشتغني منها بالنقطة ونسي كيف اشتغني منها بالنقطة حيث انه ما يباليش نحينا اكبير يازل ونسي كيف اشن الحام نسي كيف اشتغني منها بالنقطة ونبعد نعود من هذا النقطة من خلوش الهماية ونقوم باستغناء ونقوم باستغناء ونقوم باستغناء ونقوم باستغناء ونرغي هدو الازع ونقوم باستغناء حتما لا اكبر الازع ونقوم باستغناء ونقوم باستغناء هنا في التحت 10 سنتيم نقسمها بالنصف هنا نقسم 5 سنتيم هنا عند الخمسة سنتيم نحبط 1 سنتيم هنا وفي النصف الاخر نقسم 5 سنتيم نقسم 1 سنتيم نريلكم كيف اشحنين هنا من التحت عند اليد نحكم المستغر بتاعي نحدد النقطة على الوسط وهي 5 سنتيم هذا الخمسة سنتيم نهبط 1 سنتيم من هذا النقطة نهبط 1 سنتيم هنا ممكن نصف حتى الواحد ماكسيموم واحد من نصف حتى الواحد هنا نحصل 5 سنتيم معي ونطلع واحد سنتيم من واحد حتى الواحد من نصف حتى الواحد عند هذا النقاط نحكم الفيستولي من نحكم المستغرات ونسلم من نصف حتى المستغرات من نصف حتى المستغرات نحو السبب ونطلع من نصف حتى الواحد هذا الاخر لو كيف حال لديها هذه المقطة لديها مع هذه المقطة وهذه مع هذه هذا الاخر حان ما اجتنا ب 1 سنطيمة بياس انت لها نصف 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 ثم نعطي نصف نهضة الاخر نقوم بتغطب النار بشتبال ثم نقوم بتغطب النار بشتبال هذا الخليط الخليط ثم نقوم بتغطب في بحضن هذه المقاط ثم نقوم بتغطب كم 3 سنيم ثم نقوم بتغطب النار بشتبال نقوم بتغطي نقوم بتغطي نقوم بتغطب ثم سنتبع كامل ثلاثة سنتيمتر كامل ونسي نصم باليد ولا بستعمال البيروكي ونكمل عليه كامل ثلاثة سنتيمتر هنا سنتبقي في تشعرين ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ان تضそう و هذه القياس لكفة تاكم يمكنكم التوصيل بين هذه النقاط لجمعتهم هنا سوف يكفشون جمع بيناتهم لا يقل عليكم قام بتقلقوا واحد كل شيء عادي سوف يكون هنا في التحت سوف ينهبط هنا هنا في التحت هنا ينهبط ميلة لا ينهبط هنا ثاني ينهبط ميلة سوف يكون لدينا هذا الشكل هذا الطريقة سوف تلقى أسوال حالي و سوف ينهبط بالما ذكرها اشوف فقط اشخارك من التحت هاي كان هنا الزيادة هذا الخط هذا هو 8 ينهبط ثاني ينهبط لانضغط تقياسي على زيادة هذا هو الغمق الزيادة تأتي الكفة 3 سنتيمتر هذه هي وهذا الشكل الدراع هنا الأعلى سوف نسمعها بلون مغير لكي تتوضح لكم شوفوا معي اليد تاريب تحصلت عليها لكي اصمت بلون الخلف الخلف هذا الخلف شوفوا الخلف كيف يخرج هنا شكلت ساحة لها كيف تحصلت هذه زيادة 100 سنتيمتر وهي من تحت زيادة 300 سنتيمتر وهي لكي الأمام وهي لكي نبزان نقصة 100 سنتيمتر ونضع تحت شكلتها ميلة لأنه راح تتطبق لشغل هذه البياسة تقدروا تديرها ونتما تطوينها من تحت لكي تخلصت عليها كيفية لأنه كنت تديرها لأنها تحت شكلت كيف تديرها ونضع تحت شكلتها هذا هو قطر أساسي تعليد إذا كانت موديل في توسيعات وشكل آخر من هاد الموديل رح يخرج كل توسيعاتك كيفاش راح نخدموا بعلوه هذي تاخدوها في جهة أخرى أدواتنا الأساسية للخياطة هي تعودوا تدوها من هاد البطرون تكسسوا هاد البطرون تعقون عادي اوه هادكم موديل أخرى رح يتدوها ورح يتبدوها بالزيادة كيفاش بانك هاد الموديل يتنتقلون على القرارة بانشوفون هاد التوسيعات رح يتدوها او زيادات ان شاء الله وتتحصلوا على الشكل اللي رح طبعه عنه فهنا نلكملنا ان شاء الله البطرون أساسي تعليد للمرة نقررها ان شاء الله البطرون أساسي تقل السروان ونكملوا قاعدة يا بطرون أساسي ان شاء الله باش ندخلوا ان شاء الله في الخياطة ونبدعوا ان شاء الله بإذن الله كان هذا الفيديو التعمل لنا هار اليوم تمنع المعلان اعجابكم هالك لا شوفوا كيف كيف تخص كيف كيف ما اخاف من البطر الأساسي تعي اذا عجبكم هاد الفيديو متنسوش دلنوا بيك 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 لايك واذا منكم شبت سارك في القناة متنسوش تغطروا على زيزة سوبسكرايب او اعبوني اشتراك متنسوش تشغلوا جزء اشارت لتسلقوا فيديوهات اولا باول ونشروا هاد الفيديو مع استقائكم اي احباكم لتعمل فايدة وتلقوا شراء في فيديوهات مقبلة بإذن الله مع فوائد جديدة وافكار جديدة بإذن الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة